مع سلام الفضل الرباني واتكلمنا على ثلاث أنواع من العباد ثلاث أنواع من العبادة عبادة العبيد وعبادة التجار وعبادة الأحرار وعبادة الحر ده اللي بيبقى فيها اللسان قلب العبد بيقول إنه هو تحرر من كل أوهامه فبيقول أنا خائف من ألا يرضى عني فيظل يعبد الله بحساً عن رضاه لأنك تبحث عن ما يليق بالله سبحانه وتعالى هنا بقى يتحقق في العبد ما كان الله ما كان لله دام واتصل يبقى هنا العبد بيفعل العبادة لله يبقى يبقى لما يفعل العبادة لله ويكون متصلاً بالله يدوم أثارها لأن قلبك يكون متعلق بمرضات الله سبحانه وتعالى برضاه وأنت تعلم أنه ملك الملوك وتعلم أنه واسع وتعلم أنه في كل وقت لطيف بك وأنت تعرف لطفه سبحانه وتعالى وتعرف محبته كما قدمنا يبقى إيه اللي حاصل ومحبته لك تجعلك تقبل عليه ومعرفتك به وبوسعه تجعلك تعبده على الدوام هنا في الوقت ده هتبقى فهمت معنى العبادة أن أنت رايح للعبادة رايح لساحة الوسع لساحة المحبة لساحة العطاء لساحة القرب وسعتها يبقى معنى حب العبادة هو عبادة الحب هو أن تعبد الله حباً حباً وانت جايبين الكلام تعبد الله حباً منين هو حضرة النبي قال في تعريف الإيمان ماذا؟ لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وحضرة النبي قال فيما روى عن رب العزة ويظل عبدي أتقرب إليه بالنوفل حتى أحبه يبقى إذن قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونه يحبكم الله يبقى تحب العبادة وتتعلق بيها وهو دوة اللي خل الرجل في السبعة لما قلبه تعلق بالمساجد تعلق بالله وتتعلق برضى الله سبحانه وتعالى عنك وفي نفس الوقت عبادة الحب دي هو أن تعبد الله سبحانه وتعالى بالحب اللي سمى الإمام النووي عبادة الأحرار أنا أقول لكم نموذج واضح أوي أوي نحن عارفينه كلنا اللي بيحل المشاكل مش العبادة في حد ذاتها وإنما التعلق برب الأرض والسماوات والنظر إلى إن الله سبحانه وتعالى كل ما يأتيك منه محض فضل من الله ولذلك قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحه يبقى إحنا بنفرح بإيه برحمة الله وبفضل لأن كل حياتنا كلها هي محض فضل الله سبحانه وتعالى وعشان أبيدكم الكلام ده تعالوا نعيش شوية مع سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام لما ألقي في النار روي أن سيدنا جبريل جاءه فقال سل يعني ادعي أو اطلب فقال حسبي من سؤالي علمه بحالي يعني يكفيني عن سؤالي أن أسأل أن الله يعلم حالي وفي رواية ذكرها الإمام سيدنا عبد الله بن عباس في تفسير هذه آيات الكلام عن قصة سيدنا إبراهيم أنه قال حسبي الله ونعم الوكيل يبقى إيه اللي حصل إيه اللي حصل بعد كده لما تعلق سيدنا إبراهيم بالله سبحانه وتعالى اسمع كده قال إيه يا نار كوني بردا وسلام قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فورا النار تتحول إلى سلام إيه بردا وسلاما أو السلام بتاعنا سلام الفضل الرباني ظهره ولو لاحظت إيه اللي حصل ما كانش الكلام يا نار كوني بردا وسلام بردا وبس لكن إيه وخ لكن كان إيه بردا وسلاما أضف إلى البرد إيه السلام عشان ينقذ سيدنا إبراهيم من كل الآفات لأنه هو السلام دوت هو اللي بيحسس الإنسان بفضل الله سبحانه وتعالى ويمكن عشان كده ربنا وصنا بحسب الله ونعم الوكيل علشان نواجه المشاكل فقال في سورة في سورة أل عمران الذين قال له الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل إلا حاصب حسبنا الله ونعم الوكيل يعني أنا في فضل الله وكأن الله يقول إذا دخل شف الكلام بقى إذا دخل المحبون في حضرتي فإن حضرتي مكتوب عليها يا تجليات أنواري كوني بردا وسلاما على أحبابي فما يحترقش الحبيب اللي يدخل وإذا دخل المحبون لا يحترقون ولكن يشرقون يتنورون ولذلك أنت عندما تدخل العبادة لما تدخل مثلا الصلاة تخرج منها وتزداد شوقا إلى الله ومش تزداد إيه اكتفاءا عن الله لا تزداد شوقا لأن العبادة كانت حبا في العبادة فيتتحول العبادة من حب العبادة إلى عبادة الحب وكل وانت خلاص كنت في لقاء الله وكل شوق يبرد باللقاء لا يعول عليه احنا بنجداد شوقا لما نقابل أحبابنا فقبل الصلاة يكون الإنسان مشتاق إلى الله لأنك ستقبل على الله سبحانه وتعالى وفي الصلاة أنت ستلقى الله لأن الصلاة صلة بين العبد وربي فتأخذ من الصلاة وقد استدت شوقا وده اللي يفسرك أن ببعض الأحيين لما بنروح عند حضرة النبي نبكي مع أن إحنا في لقاء يبقى إيه اللي حاصل؟ لأن في اللقاء يزداد الشوق عند المحبين وعشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول أرحنا بالصلاة يا بلال ليس معنى أرحنا أي لكي تنتهي مشاكلنا ولكن أرحنا يعني أبرد شوقنا بزيادة الشوق أبرد شوقنا بزيادة الشوق وكأنه يدخل فيه ولئن شكرتم لأزيدنكم أزيدكم شوق وحبي لله سبحانه وتعالى إذا كان الإيمان هو الحب فيزداد الإنسان حبا لله سبحانه وتعالى طب وإيه المضر أن الإنسان يبازنس العلاقة يبازنس العبادة العبادة ستتحول إلى مصلحة فيكون المقصود المصلحة فيشعر الإنسان بأن العبادة في الحقيقة لا دور لها في قلبه ولا دور لها في أنوار حياته ولا دور لها في علاقته بالناس فيشعر أنه هو فارغ لكن لما يعبد الله سبحانه وتعالى عبادة الحب ويتأقن بأنه مع الله سبحانه وتعالى يكون غارقا في فضله يبقى إيه اللي حاصل يشعر الإنسان بأن فضل الله يليق بكمال الله يليق بجمال الله فيبقى هو إذن كل ما يحس بأنه هو عبد فضل إيه اللي حاصل يشعر بأن حياته سهلة هيينة لينة أنتم متصورين أن العبد اللي ربنا حرم جسده على النار اللي هو القريب الهين اللين ده ليه لأنه حاسس بأهين اللين ليه لأنه حاسس بفضل الله ما بيصرحش حد على حاجة لأنه عنده فضل الله الكبير قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحه وخير مما يجمعون يبقى إيه اللي حاصل هو حاسس إنه هو بفضل الله فعنده سلام فلا هو بيصرح حد على لقمة عيش لأنه هو عارف إنه فضل الله يغمره ولا هو بيقاتل حد على مكان ولا منصب ولا هو بيأذي حد عشان هو يحس إنه هو بيظهر قوته عشان يحمي نفسه لا هو غارق في فضل الله فغارق في فضل الله فوساكين لا يحس بأنه يحتاج إلى أي شيء من أشياء التعب والعند طب إيه اللي عن أعمله عشان نحس بقى نخوض تجربة العيش بسلام الفضل الرباني أول حاجة لا تفعل العباد وأنت تنتظر مقابلا من الله ليه لأن الله أكرم من أن ينتظر منه مقابل الله سبحانه وتعالى سيعطيك ليس معنى هذا إنه إحنا لا نرجو الله بل نرجو الله فيه فرق ما بين الرجاء وإن أنت تكون محدد شيء يكون مقابل لهذه العبادة لا خلي قلبك وأقبل على الله سبحانه وتعالى وإنما يفعل العبادة بقى ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى فإذا ابتغيت وجه الله يعطيك على قدره لا على قدرك تاني حاجة لو سمحتم خذوا عشر ثواني قبل العبادة واجعلوا قلوبكم تتجه اتجاه المحبين إلى الله سبحانه وتعالى وكلموا مولاكم قلوا المولاكم كذا يا سلام اللهم إني قد طرحت كل شيء خلفي وجئتك وحدك أرجو رضاك فإن كنت مسيئا ولا أحسن في عبادتي فاللهم إني أسألك أن تصلح ما أسأت وما أفسد وتبت إليك وارضى اللهم عني وانظر إلي بنظر الرضا حتى تشعل قلبي بالشوق إليك يا سلام اللهم إن كان هذا جهدي وأنت تعرف ضعفي ومتى عشت وحدي بلا مددك يا صاحب المدد أدم علي أنوارك التي تنزل علي وأدم علي نظرك إلي واكشف لي وارفع عني حجوي حتى أراك في كل ما رأيت فاللهم اهدني إليك من أقرب طريق اللهم اهدني إليك من أقرب طريق وندعو الله سبحانه وتعالى على الدوام أن يجعلنا من أهل سلام الفضل ويا حبذة لو قلت لمولاك يا سعدي ويا سندي أنت وحدك مددي يا سيدي خذ بي يدي ولا تتركني لي ولا تترك في يوم ولا في ليلة أن تحمد الله مئة مرة على الأقل على ما وهبك الله من فضله ولو أردت أن تشعل في قلبك وأن تذوق حلاوة سلام الفضل إذا قلت الحمد لله فقل الحمد لله واستشعر نعمة البصر وقل الحمد لله واستشعر نعمة المحبة واستشعر نعمة القرب من الله فإنها نعم لا تساويها نعم ولو أخذت المئة حمد كلها في حمد نعمة القرب والمعية الربانية لا شكرته في فضل لا تستطيع أن توفيه بحمد الحمد لله على أنك قريب الحمد لله على أنك تفضلت علينا بأن أدخلتنا في معيتك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين ترجمة نانسي قنقر